السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب من حلاب المرحلة السادسة الأحيائي اليوم إن شاء الله راح نكمل بمحاضرة جديدة من محاضرات علم الأحياء وراح نكمل بالنسبة لخلية احنا عرفنا ان الخلية هي الوحدة البنائية التركيبية للكائنات الحية وقلنا ان هناك نوعين من الخلايا اللي هي الخلايا بداية النواة والخلايا حقيقية النواة وقلنا بالنسبة لخلية بداية النواة تكون أكثر بدائية تكون أبسط تركيبا أصغر حجما من الخلية حقيقية النواة وكذلك بالنسبة للخلية بداية النواة إنه هي تكون عندي خالية من الغشاء النووي أو الغلاف النووي لذلك تكون المادة النووية منحلط من السايتوب لازم وغير محاضرة بأي غشاء يفصلها على المنكولات السايتوب لازم وقلنا أيضا بالنسبة للخلية البداية تتكون عندي من بالبداية جدار صليب هذا الجدار الصليب مكون من بروتين دون عديد السكريد وبعد هذا الجدار أو جدار الخلية بكتريا رح يجيني الغشاء اللي أسمي الغشاء البلازمي وإهنان عدناه هو غشاء رقيق نصف ناضح ينظم مرور المواد من وإلى الخلية من وإلى الخلية يلي الغشاء البلازمي السايتوب لازم وقلنا أنه يحتوي على المادة النووية أو المنطقة النووية اللي تكون بدون غشاء نووي وكذلك يحتوي على حبيبات كثيرة العدد صغيرة الحجم تسمى بالريبوسومات تكون مسؤولة عن عملية صنع البروتينات وقلنا أنه تلحق بالخلية البكترية عدد من اللواحق اللي هي الأهداب والأصوات المستعملة للحركة وكذلك الأهلاب الجنسية اللي تكون موجودة في الخلايا التي تسمى بالخلايا المرطية أو الخلايا الذكرية أو الخلايا الموجبة واللي تحتوي على عامل خصوبة وتسلك سلوك ذكر بالنسبة بالتكاثر الجنسي ولا توجد فيه الخلايا التي تكون سالبة أو مستلمة أو نسميها أيضا ما يمثل الخلية الأنطبع وقلنا الأوليات أو البدائيات تشمل عندي الطحال والخضر المسرقة والبكترية والميكوبلازمة اللي هي تابعة لعالم الأوليات أو البدائيات اليوم راح نكمل بالنسبة للخلية حقيقية النواة ونجي نكمل على الخلية ونحاول أن نعرف ما هي صفاتها وما هي التراكيب اللي موجودة بها من أسبب ما قلت أن خلية حقيقية النواة أي أنه المادة النووية محاطة بغيشة النووية يفصلها عن بقية مكونات السايتوبلازم أي وجود نواة متميزة وفصولة عن السايتوبلازم وعن عضيات السايتوبلازم أيضاً عندنا هنا توجد فيه جميع العوالم الأخرى اللي هي الضم عندي الطالعيات الفطريات النواتات أي أنه بالنسبة لبدايات النواة كانت فقط في البدايات أو الأوليات وبقية العوالم الخمسة اللي عندي راح تشملها الحقيقية النواة أيضاً قلنا أنه بالنسبة لخلية الحقيقية النواة أنه هي تكون عندي بأشكال مختلفة أي شكل ممكن تلقى موجودة بخلية الحقيقية النواة كذلك ممكن أن يكون لها شكل غير ثابت مثل الأميبة لأنه عندنا الأميبة كريات الدم البيضاء هذا عندنا تقوم بتكويل أقدام الكاذبة لغرض التغذية أو لغرض البلعمة وأيضاً للحركة أيضاً أدي بالنسبة لخلية حقيقية النواة صغيرة الحجم ممكن رؤيتها لا تحت المجر لكن بصورة عامة تعتبر أكبر حجماً من بداية النواة كل خلية تحتاج إلى مساحة سطحية هذه المساحة السطحية التي تكون مسؤولة عن عملية التبادل بين الخلية ومحيطها بشكل يلاءم الخلية ويحافظ عليها هذا المحيط أو هذه المساحة تسمى بالغشاء البلازمي أيضاً بالنسبة للخلايا ألاحظ أن الخلية النباتية تكون بأشكال وأحجام مختلفة هذه الأشكال تكون مختلفة والأحجام كذلك مختلفة اعتباداً على الوظيفة التي تقوم بها الخلية ومثل ما قيل تحتاج الخلية إلى مساحة طبعاً هذه الأسئلة اللي أنا ضيفتها هي عبارة عن أسئلة وزارية جاية بامتحانات الوزارية سواء كان الدور أول أو ثاني أو حتى الأدوار التكملية لعدة سنوات أي أكثر من عشر سنوات عن ضيفة الأسئلة إذا نرجع تحتاج الخلية إلى مساحة سطحية أو غشاء بلازمي لكي تستطيع من خلالها القيام بعملية تباضي المواد مع المحيط بشكل ملائم إذا أجدت بالنسبة لمكونات الخلية حقيقية النوات راح أنكي أنه عندي مكونات للخلية حقيقية نوات هذه المكونات راح نلاحظها تختلف من خلية أو إلى أخرى تكون عندي في الخلية النباتية تحتوي على تراكيب خاصة تختلف عن ما موجود في الخلية الحيوانية هسا راح أجي بالنسبة للخلية النباتية وأشوف أول تركيب راح يلاقيني بالخلية النباتية اللي هو جدار الخلية أو غلاف الخلية هذا الجدار يوجد في الخلايا النباتية فقط لا يوجد في الخلايا الحيوانية هذا عندنا يمثل جدار سميك هذا الجدار يكون غير حي تام النفوذية يسمح بمرور جميع المواد هذا الجدار يكون عندي إذا أجت إلى ولا حظته رح يكون عندي يختلف سمكة باختلاف عمر الخلية حيث يكون رقيق بالخلايا الفتير ويتتخن يكون طبعاً مادة السيلولوس بالخلايا الفتير ويتتخن بالخشبين أو اللقنين بالنسبة للخلايا اللي تكون عندي أكبر عمراً أو أكتر عمراً هذا مثل ما قلنا الغشاء يوجد في الخلايا النباتية يختلف عن الجدار أو الغشاء الموجود في البكتيريا مثل ما قلت إن البكتيريا يتكون من البروتين دهون وعديد السكرين هنا يتكون من السيلولوس في الخلية الفتير ويتكون من أو يتخن باللقنين أو الخشبين في الخلايا التي تكون أكبر عمراً أيضاً بالنسبة للغشاء أو جدار الخلية يتكون عندي مثلات طبقات اللي هي الصفيحة الوسطة اللي تتكون في بداية انقسام الخلية النباتية ثم تضاف إليها جدار ابتدائي وجدار ثاني الوظيفة للجدار الخلوي أو جدار الخلية النباتية هو عملية إسناد للغشاء البلازمي وكذلك إسناد في الساعة البلازمي الجزء الثاني اللي رح أخذه اللي هو عندي الجزء الثاني اللي رح أخذه هو الخلية الحيوانية أو الجدار أو الغشاء البلازمي اللي هو أهم مكون عندي أو مكون مهم جداً عندي لأنه قدي يسيطر على كل الفعاليات أو العمليات اللي تحدث بالخلية ينظم مرور المواد من وإلى الخلية إذا أجد إليها الغشاء البلازمي رح ألاحظ أن الغشاء البلازمي هو غشاء خلوي يحيط بالسايتوبلازم في جميع الخلايا التي تكون هذه الخلايا بدائية أو حقيقية النواة كل خلية حي تحاط بغشاء البلازمي أيضاً من لسبة الغشاء البلازمي هو غشاء رقيق مرن نصف ناضح لا يرى بالمتشار الضوئي ولكن يمكن رؤيته بالمتشار الإلكتروني يتكون هذا الغشاء من طبقتين من الدهون المفسفرة هذه الطبقتين ذات طرف أليف محب للماء وطرف نافر للماء هذه هي الطبقتين اللي يتكون منها الغشاء البلازمي أيضاً هذه الطبقتين رح تتخللها جزيئات بروتينية هذه الجزيئات البروتينية بتكون لدي هي البوابة أو هي المسؤولة عن دخول وخروج المواد من وإلى الخلية إذا أجدت بالنسبة للغشاء البلازمي وردت أعرف بالنسبة لوضيفته راح أو يشعدنا يسمح أو يتحكم لمرور الجزيئات والمواد بين الخلية والمحيط يكون الحدود الخارجية للخلية بدلات الخلية الحيوانية والخلايا اللي ما تكون عندي محاطة بجدار لأنه بالنسبة للخلية النباتية راح يكون الحدود الخارجية لها جدار الخلوي أيضاً بالنسبة لهذا الجدار يكون اختياري النفاذية أي يسمح بمرور مواد ولا يسمح بمرور مواد أخرى أيضاً عندي بالنسبة له يتحكم بمرور هذه المواد تبعاً لحجم جزيئاتها وحاجة الخلية لها هذا هو غسم التخطيطي للغشاء البلازمي هذا هو الطرف الأليفة والمحب بالماء وهذا الطرف النافر للماء وهذه هي الجزيئات البروتينية اللي تدخل لها ونلاحظ أهنانه إذا موجود هذا هنا خارج الخلية هالداخ الخلية إذا موجودة أي جزيئات أو مواد يحتاجها الجسم راح تدخل عن طريق هذه الجزيئات البروتينية من الخارج وينقلها إلى الداخل هنا عندي مقارنة بين الغشاء البلازمي وجدار الخلوي وهي أيضاً مقارنة من مقارنات الوزاري الغشاء البلازمي يحط بجميع الخلايا حقية وبداية النواة بينما الجدار الخلوي يوجد في بدائية النواة وقلنا أنه يتكون من بروتين دهون عديد السكرين ويوجد في الخلية النباتية اللي قلنا يتكون من سلولز والتخم بالخشبين أو اللقمين أيضاً بالنسبة للتركيب الكيميائي للغشاء البلازمي يتكون من طبقتين رققتين من جزيئات الدهون المفسورة لاتطرف أليف محب للماء وطرف آخر نافر للماء بالنسبة لهذه الطبقتين تتخللها جزيئات بروتينية هذه الجزيئات البروتينية تتحكم بمرور المواد من وإلى الخلية أيضاً بالنسبة للغشاء البلازمي الجدار الخلوي ألاحظ أنه يتركب من كيميائياً طبعاً هذا هناك التركيب الكيميائي مهم جداً لأنه أكثر سنوات تيجي ما التركيب الكيميائي لكل من ما يأتي يتركب كيميائياً من السيلوس في الخلال الفتية ويتتخم بالخشبين أو اللقمين في الخلال المتقدمة أيضاً بالنسبة له هنا يتكون قد من طبقتين من الدهون المفسفر هنا يتكون من ثلاث طبقات اللي هي صفيحة وسط جدار ابتدائي وجدار تانوي وضيفة الغشاء البلازمي تنظيم التبادل بين الخلية والمحيطها أو يسمح أو يتحكم بمرور المواد من وإلى الخلية بينما بجدار الخلية رح يكون عدي حماية وإسناد للغشاء البلازمي وأسيتوبلازم مثل ما قلنا أنه هذا غشاء حي وهذا غشاء ميت غير حي وهذا عندنا يكون عندي الغشاء البلازمي مرن أما جدار السيرلوزي فيكون غير مرن الغشاء البلازمي اختياري أو النفوذية نصف ناضح هنانا قلنا يكون عندي تام النفوذية أيضاً بالنسبة للسمك يكون سمك الغشاء البلازمي ثابت ويكون رقيق لا تحت المشال الإلكتروني لكن بالنسبة للغشاء الجدار الخلوي يكون عندي سمكة يختلف باختلاف العمر فإذا كانت الخلية فتية رح يكون سمكة قليل وكلما زادت في العمر كلما يزاد بسمكة وممكن رؤيتها كحدود خارجية تحت المشار الضوئي الضوئي بالخلائة النباتية الجزء الثاني اللي راح أخذه اللي هو السيتوبلازم السيتوبلازم يمثل الجزء المحصور بين الغشاء البلازمي والغشاء النووي إذا نعدي الجزء المحصور بين الغشاء البلازمي والجدار والغشاء النووي هو اللي راح يمثل لي السيتوبلازم السيتوبلازم إذا أجد إلي راح يكون عندي مادة معقدة التركيب هذه المادة تتكون من 80% ماء 15% بروتينات الخمسة بالمئة البقية راح تكون عندي عبارة عن شحوم سقريات أملاح المواد الناتجة عن أيضا الخلية كل هذه تكون عندي مواد غذائية كل هذه راح تكون ضمن هذه الخمسة بالمئة إذا لا هات بالنسبة لي السيتوبلازم نشوفه هنا كل العضيات الحية والمواد غير الحية تكون عندي موجودة ضمن هذه ضمن هذه المنطقة أو ضمن منطقة السيتوبلازم أجي بالنسبة للعضيات الحية اللي راح أجيهاها بالسيتوبلازم أول عضية من العضيات الحية راح أجيها هي الشبكة البلازمية الداخلية إذا رب تعرف الشبكة البلازمية الداخلية أدول هي عبارة أو نظام شبكي مترابط من نبيبات وحويصلات هذه النبيبات والحويصلات تكون عندي مرتبطة بمناطق معينة من الغشاء البلازمي ومع الغشاء أو من مناطق أيضا من الغشاء النووي هذه هنا إذا لاحظين شوفوا هنا لاحظين هذه هي الشبكة البلازمية مثل ما قلنا نظام شبكي مترابط من نبيبات وحويصلات تربط بين الغشاء البلازمية في مناطق معينة والغشاء النووي واكتسبت هذه أول سبب التسمية هي بسبب التفرعات والتشابه مع بعضها تقسم الشبكة البلازمية إلى قسمين أو إلى نوعين شبكة بلازمية داخلية خشنة هذه اللي نحن نشوفها هنا اللي هي عدنا تحتوي على الريبوسومات هو من اسم وبسبب وجود هذه الريبوسومات طاها المطال الخشن وسميت بالشبكة البلازمية الخشنة والنوع الثاني من الشبكة هي الشبكة البلازمية الملسا اللي تكون عندي خالية من الريبوسومات رح أجي هنا عندي مقارنة بين الشبكة البلازمية الخشنة والشبكة البلازمية الملسا أول شيء نجي على التسمية من التسمية مالتها راح أعرف أنه بالنسبة للشبكة البلازمية الخشنة توجد على سطوحها أو على سطوح الأخشية الريبوسومات مما يعطي مظهر خشن لهذه الشبكة بينما بالنسبة للشبكة البلازمية الداخلية المنساء تكون عندي خالية من الريبوسومات الشيء الثاني بالنسبة للموقع الأثنين توجد في السايتوبلازم بين الغشاء البلازمي والغشاء النووي لكن عندنا بالنسبة للشبكة البلازمية المنساء راح ألاحظ أنه تنضاف لهذه الفقرة إضافة اللي هي عندنا أنه تكثر في خلايا المبيض الخصى الغدتان الكضاريتان إذا أجد إلى وظيفة كل واحدة من الأدهم عش راح ألاحظ أنه وظيفة الشبكة البلازمية الخشنة تكون عندي بناء البروتين ليش عندنا تقوم ببناء البروتين لوجود الريبوسومات على سطوحها والتي تكون مسؤولة عن بناء وتكوين البروتينات أيضا عندي تقوم بناقل المواد داخل الخلية وبشكل خاص إلى أجسام قولجي وأيضا تعمل كشبكة هيكلية لإسناد المادة البينية السعيطة البلازمية أجي بالنسبة للملسا وأشوف شنوى هنا أنا أدي الوظيفة مالتها أو وظيفتها أول شيء عندنا تكون عندنا لحظة يشوفوا هنا الفرق بين الأثنين هنا لدي تقوم بإزالة التأثير السمي لبعض السموم والأدوية المخدرة أيضا عندي كمواضع لبناء الشحوم لغرض الخزن إفراز الهرمونات السيترويدية وأيضا نقل المواد داخل الخلية وكشبكة هيكلية للمادة البينية السعيطة البلازمية إحنا لنذكرها أكثر من مرة نذكر كلمة الريبوسومات طيب إذا ردنا نعرف الريبوسومات أو إذا ردنا نعرف ما هي الريبوسومات راح ألاحب بالنسبة للريبوسومات جاي كتعريب جاي كموقع جاي كأهمية فالريبوسومات هي حبيبات خشنة توجد على سطح نبيبات الشبكة البلازمية الداخلية مما يعطيها المظهر الخشن أو الحبيبي ولها دور في بناء البروتينات لها دور فعال في بناء البروتينات إذن هذه عدنا تكون عندي أو تعريف الريبوسومات موقعها أهمية عدنا تعليل جايبي الوزاري اللي هو عندي تكتر الشبكة البلازمية الداخلية الملساء في المبايض والخصة الجواب راح يكون عندي لأنها تمثل مواضع لبناء وتجمع الشحم لغرض خزنية حيث تقوم بإفراز الهرمونات السيترويدية السؤال اللي بعدين تكتر شبكة البلازمية الداخلية بمنساء وما أهميتها مثل ما قلنا تكتر في المبايضة خصائر غضبتال فضريتان الوظيفة تعمل عن ناقل المواد داخل الخلية شبكة هيكلية المادة البينية سيتو بلازمية إزالة تأثير السمي لبعض السموم والأدوية المخدرة وهذا يجي بشكل أيضا حدد المسؤول عن إزالة التأثير السمي للسموم والأدوية المخدرة أيضا تمثل مواضع لبناء وتجمع الشحم لغرض خزنهم أيضا عندي هنا السؤال الجاي إنه ما هي وظيفة أو ما وظيفة شبكة البلازمية الداخلية الخشنة راح يكون إدنى إنه إلها دور فعال بمناء البروتين تعمل عن ناقل المواد داخل الخلية بشكل خاص إلى أدسام كولجي تعمل كبالشبكة هيكلية للمادة البينية السمتب لازمية حسا راح أجي إلى فقر ثاني أو موضوع ثاني أو أضية ثانية اللي هي جهاز كولجي جهاز كولجي هو جهاز إفرازي تم وصفه لأول مرة من قبل العالم كولجي في 1898 أثناء الدراسته للخلايا العصبية يجي أدنى بالإضافة إلى التعريف مالته يجي كموقع الموقع مالته يحتل موقع خاص بين في ستوبلازم بين النواة والغشاء البلازمي وبن الصعوبة تمييز حدوده بشكل دقيق يختلف في الشكل والحجم من الخلية إلى آخر ما هي مكونات أو ما هي أجزاء جهاز كولجي؟ أجزاء جهاز كولجي هي عندي أولاً الحويصلات أثنين الفجوات ثلاثة عندي أولاً الصهاريج عفوين ثم الحويصلات ثم الفجوات إذا أجزت بالنسبة للصهاريج وردت التعريف مالته هي جاية كتعريف أنه هي عبارة عرضها محددة بأخشية للسا تتمثل بعدد من 3 إلى 10 من الأكياس المسطحة وهي تعتبر أحد مكونات جهاز كولجي جهاز كولجي يوجد في الخلايا النباتية ويوجد في الخلايا الحيوانية وظيفته في كل واحدة من العدنين راح تكون مختلفة ففي الخلايا الحيوانية راح نلاحق أنه يكون جهاز كولجي مسؤول عن إفراز السكريات المعقدة وبناء إفراز السكريات المعقدة كذلك إفراز البروتين الذي يحصل عليه من الشبكة البلازمية الداخلية أي أنه جهاز كولجي يكون عندي ما ينتج البروتينات وإنما يحصل على البروتينات من الشبكة الداخلية يغير أو يحور بهذه البروتينات ومن ثم يفرسل أيضا عندي جهاز كولجي إذا جيت إلى رحيل ألاحظ أنه يقوم بإفراز العديد من الهرمونات الهرمونات والأنزيمات وغيرها أيضا عندي بالنسبة لجهاز كولجي يجي بشكل تعليل هذا أين عنا هو جهاز كولجي هذا هو شكل أو تركيب السهارج الموجودة بجهاز كولجي قلنا أنه عدنا أنه جهاز كولجي يقوم بإفراز البروتينات ولكن ما يصنعها وإنما يحصل عليها من الشبكة البلازمية الداخلية ويقوم بتحويرها أو تغييرها ويقوم بإفرازها عدنا بالنسبة لجهاز كولجي في الخلية النباتية يسمى بأدكتيوسوم إذن أدكتيوسوم هو عبارة عن جهاز كولجي الموجود في الخلية النباتية في الخلية النباتية وظيفتها راح تكون مختلفة إحنا قلنا في الخلية الحيوانية راح يقوم عندي بإفراز بناء أفراز السكرية المعاقدة إفراز البروتين إفراز العديد من المواد مثل الهرمونات والأنزيمات لكن إهنانا في الخلية النباتية ش راح ألاحظ؟ راح ألاحظ أنه الدكتيوسوم راح يقوم ببناء السيلوز وبعض مكونات الجدار الخلوي الجزء اللي بعده اللي راح أخذه هو الميتو كوندوريوم الميتو كوندوريوم إذا أجت إليه هي عبارة عن تراكيب كروية أو خيطية هذا التراكيب راح يكون عندي قطرها أو عرضها يكون من نصف إلى واحد مايكرو متر والطول يصل إلى أشرة مايكرو متر يختلف عندنا توزيع هذا من الخلايا المختلفة يكون عندي موجودة في جميع الخلايا حقيقية النواة ولكن عددها شكلها حجمها يتباين من خلية إلى أخرى إذا ألاحظ هنا نشوف أنه بالنسبة لي الميتو كوندوريوم تكون محاطة بغشاء مزوج هذا الغشاء المزوج أو ثناء الطبقة راح ألاحظ أنه الغلاف الداخلي أو الطبقة الداخلية راح تحتوي على انثناءات وانطواءات تكون تتخذ أشكال واتجاخات مختلفة هذه الانحناءات وهذه الانثناءات أسميها بالأعراف هذه الأعراف إذا أجيت إلهم وردت أعرفها راح أقول هي عبارة عن انثناءات وانطواءات تتخذ أشكال مختلفة في الطبقة الداخلية الميتو كوندورية والأهمية هذه الأعراف هي زيادة المساحة السطحية بالطبقة الداخلية بالميتو كوندورية تجي كتعريف تجي كموقع تجي كأهمية تجي كذلك حدد المسؤول عن زيادة المساحة السطحية للطبقة الداخلية أو للغشاء الداخلي للميتو كوندورية أيضا بالنسبة للميتو كوندورية الميتو كوندورية تكون عندي مسؤولة عن انتاج معظم جزيئات الـ ATP ذات الطاقة العالية لذلك تسمى ببيوت الطاقة إذن عدنا تسمى ببيوت الطاقة لأن لها علاقة بإنتاج معظم جزيئات الـ ATP ذات الطاقة العالية وكذلك وظيفتها الأساسية هي عبارة عن التنفس الخلو إذا جاي بالوزارة جاية عدة أسئلة عليهم عن هذا أول شيء عندنا مثل ما قلنا جاي تعريف الأعراف أيضا عندي موقعها أهميتها حدد المسؤول عن زيادة المساحة السطحية للغشاء الداخلي للميتو كوندورية هذا جاي بشكل تعالي أيضا عندي جاي عدنا ما هي أو علل الوظيفة الأساسية أو الوظيفة الرئيسية للميتو كوندورية هي التنفس الخلوي الجواب هنا راح يكون عندنا تحتوائها على الأنزيمات التنفسية أيضا عندي أكون تعليل تعرف الميتو كوندورية ببيوت الطاقة الجواب راح يكون لأن لها علاقة بإنتاج معظم جزيئات الأدينوسين 3 الفوسفات الـ ATP ذات الطاقة العالية وأيضا جاي سؤال اذكر وظيفة وأهمية أو وظيفة أو أهمية الميتو كوندورية راح يكون عندنا جوابه شنوى أول شيء عندنا التنفس الخلوي اثنيا انتاج معظم جزيئات الأدينوسين ثلاثة الفوسفات الـ ATP ذات الطاقة العالية أيضا سؤال الأخ جاي إنه هو ما منشأ كل من أولا الأعراف اللي هو عدي الجدار الداخلي للميتو كوندورية هذا كل اللي جاي أدي بالنسبة للميتو كوندورية راح أجهز بالنسبة لبلاسيدة وأشوف ما هي البلاسيدة وأين توجد وما هي وظيفة هذه هنا البلاسيدات البلاسيدات إذا أردت أعرفها راح تكون عندي البلاسيدات هي عضيات توجد في سيتوبلازم الخلايا النباتية فقط ولا توجد نهائيا بالخلايا الحيوانية وهذا أدنى تكون إلها أشكال إلها ألوان مختلفة هذه أدنى ممكن تكون بيضوية ممكن تكون كأسية ممكن تكون حلزونية ممكن تكون بأي شكل إذن هذه بالنسبة لشكلها للبلاسيدة الخضرة أجي بالنسبة للبلاسيدات راح ألاحظ أنه عندي ثلاثة أنواع من البلاسيدات أول شيء البلاسيدة الملونة البلاسيدة الملونة تكون مسؤولة عن إعطاء اللون للأزهار والثمار لاحتوائها على صبغات اللي هي أدنى الصبغات اللي هي الكاروتينات زانتوفيلات أي صبغة ثانية تكون موجودة وتغير من أو تطيع على الصبغة الأساسية اللي هي الصبغة الخضرة لذلك يعزى لهذه الصبغة تأعطى اللون للأزهار للثمار النوع أخرى من البلاسيدات هو البلاسيدة عليمة للون اللي هي أدنى هذا البلاسيدة تكون عندي مراكز لتحول سكر الكليكوس إلى سكريات متعددة مثل النشا أو إلى شحوم أو إلى بروتينات فمثال عليها منطق لدينا بياض البطاطا اللي هو عندي ناتج عن وجود بلاسيدات عديمة اللون محملة بكميات كبيرة ومليئة بالنشا أهلانا أكو تعرف أنه جايب الوزارية تمتاز زرنات البطاطا بلونها الأبيض ويكون عندنا بسبب وجود بلاسيدات عديمة لون بكميات كبيرة ومملوئة بالنشا البلاسيدات المهمة عندي بالنسبة للنباتات ومو بس بالنسبة للنباتات وإنما بالنسبة لكل الكائنات اللي موجودة على الأرض اللي هي عندي البلاسيدات الخضراء البلاسيدات الخضراء هي البلاسيدات الشائعة بالنباتات وظيفتها هي عملية البناء الضويد إذا إجاد بالنسبة للبلسيدة رح ألاحظ البلاسيدة تحاط بغشاء مزوج إذن عندي صار عندي عضايتين تحاط بغشاء مزوج اللي هي الميتو كوندورية والبلسيدة الخضراء البلاسيدة الخضراء عندي تكون عندي متكونة من جزئين اللي هو السودة واللي أو ينسميه بالحشوة أو المادة السائلة اللي تملأ الفسحة الداخلية للبلسيدة وأيضا موجودة بها المفرد مال للقرانوم ألاحظ بالنسبة لأول شيء عدي السودة أو الحشوة هي المادة السائلة الشفافة اللي تملأ الفسحة الداخلية أو الفراغ الداخلي للبلسيدة ويوجد في داخل هذه الحشوة موجودة عندي الغرانوم ماذا يوجد في السودة؟ يوجد في السودة الأنزيمات التي تقوم باختزال تنائي أكسيدي الكربون وتسهل عملية البناء الضويد أما الغرانوم راح ألاحظ أنه هي عبارة عن تراكيب غشائية مغمورة في السودة توجد على سطوح أخشيتها صبغة الفلوروفيد والأنزيمات المساعدة التي تساعد على تكوين الكربوهيدرات بعملية اختزال ثنائي أكسيد الكربون أكون عندي تعريف يجيب بالوزارة اللي هو غشاء الثيلوكولت اللي هو عبارة عن تركيب كيسي قرصي الشكلية تكون من الغشاء الداخلي للبلسيدة وهو يحوي على اليخضور وأيضا الأنزيمات التي تساهم في البناء الضويد هذه هنا هي الغرانوم اللي هي بشكل أقراص موجودة في السودة أيضا البلاسيدة بالنسبة لنا البلاسيدة هذه البلاسيدة الموجودة عليمة اللون الموجودة في البطاطا واللي تكون مسؤولة عن الخزن النشأ وكذلك موجودة عندي البلاسيدات الملونة اللي تحتوي على الصبغات واللي تعزائلها لون الثمار والأزهار هنا عدنا حدد المسؤول بيض البطاطا البلاسيدة عدمت اللون تحول سكر الكلكوزي لسكرات متعددة أيضا البلاسيدة عدمت اللون اللون الأزهار والثمار البلاسيدة الملونة عندي إجنان المقارنة بين الميتوكوندورية والبلسيدة الخضراء الميتوكوندورية توجد في جميع الخلايا حقيقية النواد لأن كل الخلايا تحتاج إلى طاقة وبالنسبة للبلسيدة الخضراء رح اللحظة موجودة فقط في الخلايا النباتية الميتوكوندورية تكون كروية أو خيطية بينما البلاسيدة تكون بأشكال وأحجام وألوان مختلفة بيضوي كأس حلزوني نجمي وغيرها الميتوكوندورية تحتوي على الأنزيمات التنفسية بينما بالنسبة للبلسيدة تحتوي على صبغات يخضرية وصبغات مساعدة وأنزيمات الأثنين تحاط بغشاء مزدوج أيضا بالنسبة للطبقة الداخلية للميتوكوندورية تظهر عدة انطواءات وانثناءات باتجاهات مختلفة تزيد من المساحة الصفحية للطبقة الداخلية تسمى بالأعراف أما بالنسبة للبلسيدة تحاط يوجد داخل الغشاء البوذيرا أو القرانوم والسدى والصبغات والأنزيمات الميتوكوندورية عملها يكون عملها الذي هو هدم حيث تقوم بتحليل السكريات وإنتاج الطاقة المخزونة في الـ ATV طبعا أنا عفوا نصار بشكل متعاكس أما بالنسبة للبلسيدة فعملها بنائي حيث تقوم بأخذ الطاقة الشمسية وبناء جزيئات السكر الجزء اللي بعدها رح أخذه اللي هو الجزيمات الحالة رح أعرفها هي عبارة عن حويصلات محاطة بالغشاء وحاية الطبقة تحتوي على أعداد كبيرة من الأنزيمات المحللة أكثر من 40 أنزيم تكون مسؤولة عن عمليات النظام في داخل الخلية توجد جزيمات الحالة في جميع الخلية تقريبا وبشكل خاص بالخلية التي تتميز بقابليتها على البلعام مثل الكريات، الدم، البيض، العادلة إذا أجدت بالنسبة لي الجزيمات الحالة وردت أعرف الوظائف اللي تقوم بها الجزيمات الحالة أول وظيفة ممكن أن تقوم بها الجزيمات الحالة أول وظيفة تقوم بها الجزيمات الحالة هي التخلص السيكوب لازم من بعض الدقائق الغذائية وقطع الميتوكندرية والأحياء المنشورية وغيرها من الشواب يعني أي شي غريب، أي شي ما تحتاجه الخلية تقوم عندي اللايسوسوم أو الجزيم الحالة بتحليله وبالتخلص من عنده كذلك عندنا لها دور مهم بعملية التحول الشكي في الحيوانات المثال اللي منطينا إياه هو الضفدع عندنا بالنسبة لي يرقات الضفدع أو دعاميس الضفدع عندما تكون عندي في البداية أو عندما تكون في طور اليرقي تحتوي على ذنب هذا الذنب يبدأ بالاختفاء تدريجيا إلى أن يختفي بشكل كامل عندما يكتمل نمو الضفدع هذه العملية تمت من خلال تحرر أنزيمات من الجزيمات الحالة إلى سيتوبلازم الخلية وتهضم محتويات الخلية من تهضم محتويات الخلية من الجزيئات الكبيرة أيضا عندي تعمل على تحطيم الخلية المكونة لها عند موت الكائن الحي يعني من يموت الكائن الحي هذه الأنزيمات راح تتحرر راح تأدي إلى تحليل الخلايا والغباء عليهم أيضاً أدي عملية تدوير العناصر في الطبيعة من خلال عملية التحلل الذاتي عدنا بالنسبة لبعض التعاليل الموجودة عندي على دسيم الحال هذا هو هنا جسيم الحال هذا جهاز كولجي وهذا هو الحويصالات وهذه الصهاريج اللي موجودة بجهاز كولجي أجيب النسبة للتعاليل أولاً عن وجود جسيمات الحالة في خلايا الدم البيضة العديلة والجواب لأن خلايا الدم البيضة العادية تتميز بقابيتها على الالتيام أو البلعمة وهي طريقة للتلتم فيها بقايا الخلايا والجراتين في الدم حيث تكتر فيها الجسيمات الحالة التي تحتوي على العداد كبيرة من الأنزيمات المحللة أكثر من 40 أنزيم مسؤولة عن عملية الهضم داخل الخلية أيضاً باللسبة للجسيمات الحالة تستاهم في عملية تحول الشكل من خلال تحول الأنزيمات إلى سيتوبلازم الخلية وينتج عن ذلك هضم محتويات السيتوبلازم من الجسيئات الكبيرة وبالتالي موت الخلية أيضاً أدي تستاهم الجسيمات الحالة بعملية تدول عن أصرف الطبيعة لأنها تحر الأنزيمات من الدوسيمات الحالة إلى سيتوبلازم الخلية وينتج عن ذلك خضم محتويات السيتوبلازم من الدوسيقات الكبيرة وبالتالي موت الخلية وعودت على صرها الطبيعية أدي تعليل أيضاً اختفاظاً باليرقات ضدها عند تحول إلى ضفات عبالغة لأنها تعاني من التحول الشكل حيث تتمع هذه العملية من خلال تحر الأنزيمات من الدوسيمات الحالة إلى سيتوبلازم الخلية وينتج عن ذلك خضم محتويات السيتوبلازم من الدوسيقات الكبيرة وبالتالي موت الخلية أيضا عندنا تعتبر جسيمات الحالة وحدات تنظيف السيتوبلازم لأنها تخلص السيتوبلازم من الخلية من بعض الدقائق الغذائية وقطع الميتوكوندرية الأحياء المتعارية وغيرها من أشهار أيضا عندي حصول التحلل ذاتي الأحياء بعد موتها لأن جسيمات الحالة تعمل على تحطيم الخلال المكونة لها عند موت الكائن الحي أو في الحيوانات التي تمر بتغييرات سريعة من خلال تحرر الأنزيمات من الجسيمات الحالة إلى سيتوبلازم الخلية وينتج أن ذلك خضم بسيتوبلازم الخلية من الجزئات الكبيرة وبالتالي موت الخلية والمثال عليها هو اختفادنا من دعاميس أو يرقات الضداء نتحولها إلى بضحكة أيضا عندي تعريف التحلل الذاتي التحلل الذاتي هي عملية تحرر الأنزيمات من الجسيمات الحالة إلى سيتوبلازم الخلية وينتج عن ذلك هضم محتويات السيتوبلازم من الجزئات الكبيرة وبالتالي موت الخلية وتسم هذه العملية في تحلل أجسام الكائنات الحية بعد موتها وتدول عنها صرف الطبيعة سؤال متى تحدث وما سبب التحلل الذاتي تحدث بعد موقع الكائن الحي سببها تحرر الأنزيمات من الجسيمات الحالة إلى سيتوبلازم الخلية وينتج عن ذلك هضم محتويات السيتوبلازم من الجزئات الكبيرة وبالتالي موت الخلية وتسم هذه العملية لتحلل أجسام الكائنات الحية بعد موتها وتدول عناصر عندك أيضا سؤال أعطي مثال لتحول شكلي اختفاء ضينا بدعام الصديق أو يرقات ضدع عند تحوليها ضدع كامل أو ضدع بوالغ أي عملية تحصل بعد تحرر أنزيمات الحالة إلى سيتوبلازم تحصل عملية التحلل الذاتي عندي هنا لمقارنة بين الجسيمات الحالة وجهاز كولتي الجسيمات الحالة توجد بجميع الخلايا وبشكل خاص في الخلايا التي تتميز بقابلتها على البلعام مثل خلايا الدم البيض العادلة بينما هنا أنا عندي بالنسبة للجهاز كولتي يوجد في سيتوبلازم الخلايا سواء كانتها الخلايا النباتية أو حيوانية الجسيمات الحالة تنتشر بالسيتوبلازم تنتشر في أي جزء من السيتوبلازم لكن بالنسبة للجهاز كولتي يتخذ موقع خاص في السيتوبلازم بين النواة والغشاء البلازمي ومن الصعوبة تمييز حدوده بشكل دقيق ويختل في الشكل والحجم من الخلية إلى أخر الجسيمات الحالة هي حواصلات محاطة بالغشاء وحادي الطبقة بينما هنا أنا عندي جهاز كولتي تألت من ثلاث أجزاء أو ثلاث ردهات محددة بأخشية ملسة اللي هي الصهاريج وحواصلات وفجوان إذا أجدت بالنسبة للوظيفة راح ألاحظ أن الجسيمات الحالة تخلصت بلازم الخلية من بعض دقائق للتقاغ الغذائية قطع الميتوكوندورية الأحياء والأحياء وغيرها من الشواب وكذلك أدنى تؤدي دور في التحول الشكلية للحيوانات مثل خطاء ذنب الضفداء وأيضا تحطيم الخلية المكونة لها على ممتلك الأحياء وأيضا تدوير الأناصر فيها الطبيعة أجي بالنسبة لجهاز كولتي مثل ما قلنا أنه موجود في الخلية النباتية وفي الخلية الحيوانية وكل واحدة من ألها راح يكون عندي وظيفتها مختلفة في الخلية النباتية بناء السيلوز وبعض مكونات الجدار الخلوي وفي الخلية الحيوانية بناء أفراز سكريات معقلة أفراز بروتين الذي يحصل عليه من شبكة بلازمية الداخلية لأنه لا يصنع الفروتين وكذلك أفراز عديد من المواد مثل الهرمونات والأنزيمات وغيرها أيضا عندي بالنسبة للجسيمات لحالة تميز بقابيتها على إنجاز البلعمة يعني الوظيفة هناك البلعمة كما تكون مسؤولة عن عملية الهضم داخل الخلية إما بالنسبة لجهاز كولتي يكون جهاز إفرازي خلوي يعمل على الإفراز أو عمله الإفراز إلي هنا راح تنتهي محاضرتنا وشكرا جزيلا على استماع لها وأتمنى أن تكونوا استفادية وميعتها